ولمزيد من التفاصيل عن الاحتفالات بذكرى تحرير السيناء ال41 ينضم إلينا من العريش الزميل كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري بعد التحية كريم انقل لنا الصورة الاحتفالية لديك نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل من العريش من أرض الفيروز يعني رصدنا منذ صباح اليوم احتفالية شمال سيناء وتحديدا العريش بالذكرى الحادية و40 لتحرير سيناء بدأت بوضع إكليل الظهور بمشاركة لواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني واللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء وضعوا إكليل الظهور عند قبر الجندي المجهول بجانب مبنى المحافظة تلاها بعد ذلك حركة من الأهالي احتفالا بهذا اليوم هذه الحركة شملت ماراثن رياضي للشباب وأطفال مراكز الشباب بمدينة العريش ثم بعد ذلك تم ربط فكرة عيد تحرير سيناء لا يقتصر الآن على فقط الاحتفالات المختلفة أو الاحتفالات الفلوكلورية ولكن أيضا تم ربطها بالتنمية التحرير ثم التنمية وخصوصا بعد الأوقات الصعبة التي مرت بها مدينة العريش الآن عادت إلى طبيعتها مرة أخرى وبدأت الخدمات المختلفة والتنمية المختلفة في معظم القطاعات داخل مدينة العريش فبدأ اليوم بافتتاح عدد من المشروعات خاص بالقطاع التعليمي عدد مدرستين تجريبتين تجريبية داخل مدينة العريش وتحديدا في الريسة وأشاد أهالي هذه المنطقة بهذه المدرسة وأهميتها في هذه النقطة أو هذا المكان تحديدا ثم بعد ذلك تم أيضا تكريم وتخريج بعض العاملين الممرضين والممرضات أو تحديدا الممرضات داخل أيضا مدينة العريش بعد دورات تدريبية ليصبحوا قابلات القابلات هم المسؤولين عن توليد النساء لذلك هي تنمية بشكل عام في جميع القطاعات سواء صحية أو حتى تعليمية لا يقتصر الاحتفال أيضا على يوم واحد فقط بل يستمر على مدار عدة أيام حيث اليوم اكليل الظهور وبعض الافتتاحات غدا سيكون هناك أيضا افتتاحات أخرى ولكن الأهم غدا هو مبادرة حياة كريمة التي ستشمل قرية الروضة وسنشاهد غدا وسنتابع بالطبع ماذا يحدث داخل قرية الروضة وما هي القطاعات التي تم تنميتها داخل مدينة قرية الروضة هذه النقطة أيضا سيكون هناك احتفالية خاصة بحضور عدد كبير من الوزراء ولكن خاصة بافتتاحات أخرى بمراكز شباب داخل مدينة العريش تكون هناك تنمية رياضية وسيليها بعد ذلك أيضا تنمية ثقافية عن طريق حفلات مختلفة عن تضحيات الجنود المصريين وأيضا تضحيات الشعب المصري في حرب أكتوبر المجيد وهي أيضا فعاليات ثقافية داخل خصور ثقافة العريش وبعد ذلك سيكون هناك بالطبع محببة إلى قلوبنا نشكرك شكرا جزيلا كارين بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من العريش من سيناء الحبيبة